استقبل معالي دكتور يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وذلك ضمن زيارة الرسلية التي يقوم بها معالي للجمهورية التونسية وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية أن الجمهورية التونسية تقدم نموذجا لنجاح السياسي الذي يؤسس ويؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مؤكدا دعم مملكة البحرين لتونس وشعبها الشقيق على جميع الأصعدة منوها بالنتائج المهمة لاجتماعات الدورة السادسة للجنة البحرينية التونسية المشتركة والتي ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في جميع المجالات وأعرب معالي الدكتور يوسف الشاهد عن تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية إلى تونس مؤكدا حرص الجمهورية التونسية على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين في المجالات كافة بما يعزز مصالحها المشتركة مشيرا إلى أن الحكومة ستولي عناية خاصة لتطوير وتعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة لذلك وتم خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل الرقيء بالعلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات إضافة إلى أهم التطورات والمسجدات في المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر